السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلبة التعليم الصناعي. شعب المعمارية تخصص اعمال البناء. اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا في المدرسة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في حلقتنا ما بدأنا في الحلقة السابقة بالنسبة لطلبة الصف الاول. هنتكلم عن مادة التكنولوجيا. احنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن المصالحات المستخدمة في اعمال البناء. اتكلمنا عن المصالح او تعريف المدماك واللحمات. هي انواع اللحمات. وقلب الترويسة والكنيزر. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعضنا باقي المصالحات. وان شاء الله بعد جهوات نخش على الخصائص والخواص والمواصفات المستخدمة في اعمال البناء. تمام? اول مصالح النهاردة ان شاء الله هنبدأ به. تعالوا مع بعض كده نشوف اول مصالح. اول حال اول مصالح عندنا اللي هو مصالح التدبيل. ايه هو مصالح التدبيل دوت? تعال شايف عندي صورة ايه? الصورة ديت شايف فيها شرح او فاصل ما بين اولي بالطوب. ده ممكن الفاصل ده يتعالج ازاي? تعالها مع بعض كده اوقت نتكلم قبل بما نشرحها او قبل بما نتكلم على ايه هو المصالح. ده ممكن نستفاد به في حياتنا الخاصة. لما يكون عندي مسلا شرخ مسلا في ايه في الشقة عندي وعايز اعلجه مش محتاج ان انا اجيب صناعي ويعمل للشغلانة ديت ممكن انا اعمله. طب الشرخ دوت بيتعمل ازاي? ممكن اروح جايب قطعة خشب طولها خمسين سنتي ما اسأل بين طوب. باجع على الشرخ يمين وشمال بقصر قالب يمين الشرخ وقالب الشمال الشرخ. يبقى القلب اللي هو ناحية اليمين طوله خمسة وعشرين والقلب اللي ناحية الشمال او جهة الشمال طوله خمسة وعشرين يبقى المسافة ديت خمسين سنتي بفرغها. وبروح جايب حت قطعة الخشب ديت وبروح ايه? شحيتها او حشرها او ايه? بامليها مكان اولي بالطوب ديت. وبعد قطعة بروح محبش عليها بالايه? بالمونة بتاعتي اللي هي الايه? الرمل والاسمن. تعالوا نبص للمصالح بتاعك ده قط بيقول ايه? التدبيل هو ترميم الشروق. التدبيل هو ترميم الشروق بالحوايط القديمة. عندي حوايط قديم وعايز ارمم له الشرخ زي ما احنا شايفين الشرخ اهو. تمام? بعد قطعة بنقول ايه? هو ترميم الشروق بالحوايط القديمة. وذلك بربطها بقطع من العروق تعرب باسم الدبل. يبقى انا بعمل دبلة. فاول الشرخ. وبانزل مسافة مسلا وليكن خمسين. وبروح مفرغ يمين الشرخ اهو. بشيل الالب ده اللي انا شايفه في الصورة معي اهو. بشيل الالب ده ناحية اليمين. واروح مفرغ الالب ناحية الشمال. يبقى انا فرغت المسافة دي اللي هي طولها خمسين سنتي. وبروح حطت مكانها قطعة من الخشب او خشب زي اللي احنا بنشوفه في ورشة الخرصانة مسلحة. او بنشوفه مسلا في ايه? في الشارع واحنا ماشيين مسلا الراجل بتاع الفراشة. بيبقى ايه? عشان يعلق فراش الافراح والا الفراشة بتاعت الافراح دي بيروح جايب اللي هي العروق الخشبية دي وبيروح مسبتها. فانا بروح جايب قطعة من الخشب عنده فضلك ده هو طولها خمسين. وبروح حطتها مكان اولي بالطوب دي اتو حبش عليها بالايه? بالرمل والاسمنت. تمام? انزل مسافة خمسين واروح برضو مفرغ بقى اروح مقرر نفس الايه? اللي انا عملته في الايه? في الخطوة اللي قبليه. يبقى لما نيجي نتكلم على التدبيل هو ترميم الشروق بالحوائط القديمة. وذلك بربطها بقطع من العروق تعرب باسم الدبل. يبقى انا عملت كم دبلة في الحيطة? اتنين تلاتة اربعة. على حسب طول ايه? الشرخ اللي موجود عنه. وتكون باطوال في حدود خمسين سنتي ويحبش علي بمونة الاسمنت والايه? والرمل. عندي المصالح التاني اللي هو تزرير المباني. ايه هو تزرير المباني? تعال مع بعضك ده هو تعندي حائطين جنب بعض. او حائط بنيته وجيت بعد جواب بعد فترة روح تبانيت حائط. طب الحائط ده مش مربط بالحائط ده. ده مفصولك ده هو تفاصلين ما ايه? في فاصل ما بينهم. لما تيجي تدهن وتعمل النقاشة بتاعتك وتشطى بشاقتك. بعد فترة هتلاقي الفاصل ما بين الحيطة والحيطة ده هو تنمل وعمل وحصل فيه شرخ. او ممكن عند الحوائط القديمة برضو عايز عايز حصل فيها شرخ زي الشرخ اللي احنا شفناه ده. بعمل بالطريقة التانية اللي هي اسمها طريقة ايه? طريقة تزرير المباني اللي احنا شايفينها دي. تزرير المباني يا شباب هو ربط حائطين. ربط حائطين. ببعض نفس الفكرة بس بدل ما انا نفس الفكرة اللي احنا استخدمناها اللي هي بالقطع الخشب. لا انا هشيل القطع الخشب واروح جايب مكانة اولي بتوب. بعمل زرار على مسافات مساوية. الزرار ده اللي هو القلب التوب. هروح مفضي الشرخ يمين وشمال على قد قلب التوب اللي هو طلو خمسة وعشرين. واروح مفضي واروح حشر القلب. بس قبل ما بحشره طبعا بروح ايه محبش بمونة الرمل والاسمنت واروح ايه واروحات قلب التوب مكان. يبقى انا عملت زرار. ابعد مسافة ورحات الزرار. يبقى انا باول حيطة دي ببعضها او ربط حائط متصدع حدث به شروخ نتيجة للتريح. بحيث يصبح الحائط قويا ويكون التزرير غالبا بواسطة اوليب التوب. هناك هناك كنا بنتكلم في المصالح اللي قبل كده كنا بنتكلم على ايه باستخدام ايه قطع من الخشب. هنا في التزريب بنستخدم اوليب التوب واجزائه. وممكن نص طوبة ايه ربع طوبة. تمام? وبنحبش عليها بمونة الاسمنت والايه والرمل. تعال نشوف المصالح اللي بعديه. قبل ما نتكلم على المصالح ده. في ناس بيجي يقول لك مسلا ايه? تعال نخرج ايه من الشقة كده هوة الجوحر. تعال نخرج من الشقة ونقعد في الفرندا. في ناس بتقول فرندا وفي ناس بتقول مسلا تراس وفي ناس بتقول بلكونة. امتى نقولي التلات مصالحات ديت? كل حاجة وليها المصالح بتاعها. مش البلكونة هنقول عليها فرندا او تراس. لأ. كل حاجة لما يكون عندي البلكونة خارجة ومتحملة من تحت على مباني وعمدان. يبقى انا هقول عليها فرندا. يبقى البلكونة عندي. البروس بتاع البلكونة اللي خارج برا الحائط. تمام? لما يكون متحمل من تحت على حوائط وعمدان. بديت اسمها ايه? فرندا. لما يكون عندي البلكونة خارجة بالمنزر ده كده هو ازاي عمود النور بالزبط. بيجي او روح بصص على عمود النور. الحطة اهي? واخر حاجة اللي هو الكشف بتاع عمود النور بلاقيه بلاقيه بارز او مرفرف. تمام? التركيز بتاعه والحديد بتاعه متركز هنا ومثبت هنا نقطة التثبيت بتاعته هنا. فانا عشان كده بسميه كابولي. بسميه ايه كابولي? يبقى في الحالة دي بسميها كايه? بلكونة. بسميها يا شباب. بنسميها بلكونة. البلكونة دي او حتة الخرصانة اللي خارجة مرفرفة دي طولها متر او متر وعشرين او متر ونصف لازم ان تتقوى بالحديد. طيب ممكن بلاقيها عبارة عن بلاتة سقف تخانيتها عشرة سنتي بس. تمام? ممكن قويها بقطع من تحت جدود بنسميها كوبيل. او القطع ديت تمام? ممكن نلغيها نلغي الكوبيل ونقوى حديد التسليح ون ايه? ونسبته مع العمود او القمرة اللي خارجة من ايه? من بلاتة السقف. او بيخرج مع بلاتة السقف وبيتدعم وبيتربت الحديد بتاعهم. الحديد بتاع القبولي ده بيتربت مع بلاتة السقف وبيتربت مع حديد القمرات. تعال نشوف التلات مصالحات بتوعنا كده اللي احنا اتكلمنا عليهم. الفرندا شايف الشكل اهو? انا بصيت خرقت. من مثلا من الحجرة او من الريسيبشن هو. وقفت هنا. اقول على دية فرندا لما تكون متحملة من تحت زي ما انا شايف كده. تحتها مباني وتحتها عمدان. يبقى في الحالة دية هسميها ايه? فرندا. طب ايه هي الفرندا? هي بلكونة كبيرة ومحملة من الخارج بحوائط وايه? واعمدة. لما يكون البروز بتاع البلكونة ده او الكابولي ده متحمل على مباني وعمدان. يبقى هنقول عليها ايه? فرندا. تعال نشوف المصالح اللي بعديها. البلكونة. البلكونة انا جايب لك صورة هي. البروز بتاع البلكونة بتاعي الارضية بتاعت البلكونة بتاعت هي. تمام? مريحة على ايه? على كوابيل. على اشكال زغروفية هي. معمولة من الخشب. ماشي? ممكن. ممكن بدل الخشب ديت. عشان الارضية معمولة من الخشب. تمام? اعملت الكوابيل من الليه? الخشب. بوحدة زغروفية وباشكال جميلة. اديتني شكل جمالي. تمام? ممكن البروز دوت يتعمل من خرصانة. والكابولي دوت بيصب مع بلط السقف ديت او الرفرفة دي او الكابولي ده بيصب معه. اللي هو الكابولي دوت بتعمل من الليه? الخرصانة. ممكن بالشكل ده. ممكن تطلع ومش متحملة من تحت هي. ادي الرفرفة اللي انا شايفها هي. تمام? حديد التسليح داخل مع بلط السقف ومربوط مع الايه? مع العمدان. يبقى انا اقول في الحالة ديت البلكونة هي عبارة عن الجزء الطائر. اللي هو الكابولي المرفرف ده. بنقول عليه الجزء الطائر من المباني اللي هو بارس بعد المباني. ويكون محمول بواسطة كوابيل او مصمم ككابولي. يعني بارس ومرفرف. وايه? وحديد التسليح مربوط ايه? متصل بايه? ببلط السقف. تعالوا نشوف المصطلح اللي احنا قلناه. التراس. التراس ايه هو? لما يكون السقف. لما يكون السقف. لما يكون البلكونة بتاعتي مش معمول لها سقف. مكشوفة. الشمس ضربة فيها ايه? تمام? يبقى في الحالة ديت هسميها ايه? تراس. يبقى احنا كده نعرف نميز. كده احنا نعرف نميز ما بين التلات مصصلاحات بتوعنا. اللي هما الفرندا والتراس والايه? والبلكونة. تمام? طيب. يبقى التراس. هو عبارة عن الفرندا المكشوفة. اللي هي ما لهاش بلطة سقف من فوق. يعني المطرة. لما تمطر. ما فيش حاجز ايه? يحجز المطرة ديت. وتنزل ايه? وتنزل هنا. في قلب البلكونة. يبقى في الحالة دي هسميها ايه? تراس. يبقى التراس هو الفرندا المكشوفة. وقد يعمل التراس بالدور الارضي. ممكن يتعمل في الدور الارضي. او في الادوار اللي ايه? المتكررة. وما يكونش بالليه ايه? مظلة. او اللي هي بلط السقف او الكابولي اللي هو المسقف. اللي انا هسقف بيه اللي البلكونة بتاعتي. تعالى نتنقل مع بعض المصطلح التاني اللي هو الايه? النصة. ايه هي النصة ديت يا شباب? بالبلد كده هوت لما بيجي لك زميلك. تمام? يقول لك احنا مش عايزين نقعد في البيت عايزين نخرج برة وكده هوت. يجي يقول لك ايه? طب تعالى نقف على النصة. ايه يا النصة ديت? نصة البيت. تقاطع القالب. تقاطع الحيطة. مع الحيطة في زاوية في الركن الخارجي ده. بسميها النصة. بسميها الايه? بسميها النصة. تعالى نشوف كده. جايب لك التعريب بتاع عبارة عن الركن الخارجي للحائط. ودي الصورة بتاعته. ايه دي? مثلا الواجهة الامامية هي. ودي الواجهة الجانبية. اللي اتنين اتقطعوا مع بعض في خط انا شايفه. تمام? الخط ده بسميه ايه? بسميه النصة. طيب. مدماج الاد. ايه هو مدماج الاد? مدماج الاد ده يا شباب اللي هو عبارة عن المدماج الاول الذي يحدد مكان الحاقط. المدماج الاول الذي يحدد مكان ايه? الحاقط. يعني انا هاجي اروح راسس مدماج في الارض هنا في الحتة ديت. يبقى ده اسمه مدماج الاد هو المدماج اول مدماج بنته على الارض حدد لي مكان الحيطة. يبقى انا بطلق عليه اسمه مدماج الايه الاد اللي انا هادى عليه وهادر عليه الشغل وهي ايه وهطلع وهكمل بيتي الحائط بتاعي تعالى بعد جوة نشوف المصالح بتاعي ادي المصالح اهو ودي الرسمة بتاعتي ادي الارضية بدأت ابني اول مدماج اول مدماج ده حدد لي ممكن انا انقل المدماج ده من المسافة دي وابعد هنا واروح جاي يبقى ده اسمه مدماج الايه مدماج الاد اللي هو حدد لي مكان الحيطة تعالى نشوف عندنا مصالح المصالح ده اسمه الاحمال اسمه ايه يا شباب تعالى نتكلم على الاحمال ديت احنا عارفين يا شباب ان الاحمال ديت يعني انا لما باجي ابني بيت دور واحد غير لما ابني دور البيت دورين او تلاتة او اربعة الدور الواحد هيبقى فيه شقة او شقتين كل شقة ديت فيها مثلا ايه اسرة والشقة اللي اصدها اسرة متكونة من اربع اشخاص يبقى الاحمال بتاعتهم اللي هتبقى على البيت مع الايه مع الاوزان الاشخاص اللي موجودة مع الاساس اللي هيتحط موجود في قلب الشقة ده ده هيختلف لما ابني عمارة كل ما هتزود فيه الادوار هتختلف الاساسات بتاعتك لازم انت ايه تكبر الاساسات من تحت ولازم ان تنزل بالاساسات لاكبر ايه لاكبر عمق تمام عشان تيه يبقى الاساسات متينة وتستحمل البناء الاول انشاء اللي احنا ايه اللي احنا هنطلع به ده احنا اتكلمنا على مستوى على المستوى الشخصي مثلا بيت او عمارة طب هل انت لما بتجي تبني بتبني مثلا مستشفى زي ما بتبني مثلا مصنع المستشفى فيها اجهزة والمصنع فيه اجهزة وفيه المستشفى فيه داخل وخارج يبقى لها احمال الاحمال ديت بتنشق لنوعين احمال ميتة واحمال حية احمال ميتة واحمال حية الاحمال الميتة اللي هي الاحمال السابتة بتتحط تحت اي حاجة سابتة في المبنى ما تقدرش تحركها ولا تنقلها يمين او شمال يبقى دي اسمها احمال ايه احمال ميتة نفكر مع بعض كدهوت مثلا ايه هي الاحمال الميتة اللي موجودة في المنشأ بتاعي الاحمال الميتة دي اه واحد بيرد علي بيقول لي ممكن يكون عمود هتقدر تحرك العمود ده من مكان ل مكان لا ده حملة ميت طب القمرة هنقدر نحركها الحيط هنقدر نحركها اي يبقى كل الاجزاء اللي بيكون منها المنشأ بتاعي سواء حيطة او قمرة او بلطة سف اي حاجة سبتة مقدرش حرقها من مكانها يبقى دي اسمها احمال ميتة اسمها احمال ايه ميت طب يبقى احنا عارفنا كده الاحمال الميتة هي احمال سبتة طب يعني بالطبيعة كدهوت احنا لما نيجي نقول ايه هي الاحمال المتحركة احمال ميتة احمال سبتة يبقى الاحمال الليه الاحمال المتحركة او الاحمال الحية هي الاحمال المتحركة الاحمال الحية هي الاحمال ايه يا شباب? الاحمال المتحركة. احمال متحركة زي ايه? يعني مسلا حضرتك قاعد جنبك دوت وبنهزر مع بعض ورحت لسعتك بقى ايه على افاج. وانا لما لسعتك دوت انت ذات نفسك حملة لما تنطيت من ايه? لما قمت من المكان ده للمكان ده. تمام? انت كنت حملة. الحملة ده تنقل من مكان لمكان. يبقى ده اسمه حمل ايه? متحرك. اسمه حمل ايه? متحرك. طيب لما بيه لما بتيجي مسلا الحجة مسلا ايام ايه تنظيف الشقة وكده هوت وبتتشيل ايه? بتحب تيه تغير في في اشكال في شكل الشقة. تمام? داخلة ايه? الاعياد بتاعتنا. وممكن نشيل مسلا ايه? الاساس من هنا القرصي من هنا الهنا. نحض نشيل الترابيس ونشيل النش من هنا الهنا. دي بتقدر تحركها من مكان لمكان. يبقى دي اسمها احمال احمال ايه? ايه? احمال متحركة. تقدر تشيل الحملة ده من مكان لمكان. يبقى دي اسمه حمل ايه? متحرك. تمام? تعال نشوف كده هوت اللي احنا قلنا. الاحمال. وهي تنقسم الى نوعان. ايه هما? احمال ميتة واحمال ايه? احمال حية. طيب. احنا قلنا الاحمال الميتة. الاحمال الميتة دي هنسميها احمال سابتة. يبقى الاحمال الميتة وهي وزن المباني. وزن الايه? المباني. من حوائط واسقف والارضيات. يعني جميع اوزان المبنى او جميع اجزاء المبنى. ممكن نلخص تلك كلمات دول اللي هي الحوائط والاسقف والارضيات. ونسميها جميع اجزاء المبنى. تمام? يبقى دي اسمها احمال ايه? احمال ميتة. اما الاحمال الحية وهي عبارة عن وزن كل ما هو متحرك. زي? زي ايه في البيت عندي? او مسلا في العمارة? او في المصنع? او في المساشفة? او زين الاشخاص? والاساس نقدر نحرك حملة من مكان لمكان يبقى دا اسمه احمال ايه? احمال حية. تعالوا ننتقل الى مصطلح جديد. اللي هو هنتكلم بقى نبدأ نتكلم عن المواصفات والخواص الفنية ومزايا البناء بالطوب. درس جديد اهو احنا كده خلصنا. كده احنا خلصنا الايه? المصطلحات بتاعتنا. اللي هو الاساس والعصب بتاعة التخصص. هنبدأ ان شاء الله بناء نكمل مع وعد الخواص والمواصفات المستخدمة في اعمال ايه? البناء. تعالوا مع بعد جديدات نشوف اول خاصية في اعمال البناء. قبل ما نتكلم عن اي حاجة ايه هو تعريف البناء بالطوب? تعريف البناء بالطوب. انا جبت شوية مجموعة من الاولي برصتها مع بعض بشكل معين. جمعوا لي شكل معين. تمام? وبنت بنتها بطريقة معينة. لان عندي مجموعة طرق في البناء. تمام? هجمعها مع بعض بالشكل ده. يعملوا لي حائط. يبقى انا عندي طريقة البناء بتاعتي. ان انا بجيب مجموعة من الاوليب. ميت قالب. ميتين قالب. خمسمائة قالب. الف قالب. هجمعهم ابنيهم مع بعض بمونة الرمل والاسمن. بطريقة معينة. بحس ان الحائط اللي انا بنيته او الجزء اللي انا بنيته دوت يكون مترابط ويتحمل الاحمال التي ستقع عليه. الاحمال اللي هتقع عليه زي ايه? حملة القمر وحملة بلطة السقف. كل الكلام ده الحيطة هتشيله. تمام? يبقى لازم المبنى الحائط دوت يكون مترابط مع بعض عشان يبقى قوي. هربطه بايه? بمونة الاسمنة والرمل. تمام? تعال نشوف كده قد تعريف البناء بالطوب. تعريف البناء بالطوب هو عبارة عن رص اوالي بالطوب بنظام خاص. بطريقة بطريقة من الطرق اللي احنا ايه? هنتعلمها بعد كده ان شاء الله. وربطه ببعض المونة للحصول على كتلة واحدة. يكون مترابط ويكون كتلة ايه? واحدة. جميع اجزاءها متماسكة بشكل يضمن مقاومتها الجيدة للضغوط التي سوف تتعرض لها. ده تعريف الايه? تعريف البناء بالطوب. ليه? بقى لما يجي يقول لك ايه هو تعريف البناء بالطوب? هتقول له هو عبارة عن رص مجموعة من اوالي بالطوب. تمام? ولسقها بمادة. يعني احنا مش لازما ان احنا نحفظ. تمام? ونصم. لا احنا قدامنا الحاجة نتخيلها وننصفها. تمام? انا جبتي مجموعة من اوالي بالطوب. رصتها مع بعض بطريقة معينة. وربطتها مع بعض. ربطتها بمونة الاسمنت والرم مع بعض. تمام? بحيث ان هو اداني جسم ايه? متماسك. يتحمل الاحمال والضغوطات التي ايه ستقع عليه. ده تعريف البناء بالايه? بالطوب. تعال نشوف مميزات البناء بالطوب. اول حاجة للبناء بالطوب مزايا عديدة. منها واحد انتظام شكل الوجهة. المبنية. نظرا لانتظام مقاسات اولي بالطوب المستخدمة. انتظام شكل الوجهة يعني. ما يكونش الوجهة عندي كلها ما تقولش او تفتكر ان هي مسلا الوجهة ماشي على خط واحد. لا انا بشوف الوجهات بتاعت العمار واحنا ماشيين كده. بدتفرج. بلاقي لايه? العمار بتاعتي فيها داخل وخارج. فيها غاطس. فيها بلقونات. فيها ايه? مش مش مصمطة. مش مقفولة. لا. لا هو المقصود هنا من النقطة دية ان جميع المقاسات بتاعت اولي بالطوب بتاعتي كلها واحدة. مقاسي القالب خمسة وعشرين في اتنشر في ستة. يبقى مقاساتها تريح العين. ما شوفش انا حاجة كبيرة وحاجة صغيرة. هلأ مثلا طوبة كبيرة وطوبة صغيرة. لا كلها اوليب مقاساتها واحد. تريح العين. عشان كده احنا بنقول اول ميزة انتظام شكل الوجهة. المبنية نظرا لانتظام مقاسات اوليب الايه? الطوب. يبقى مقاسات اوليب الطوب بريحانة ان هي مقاساتها كلها الصنبة واحدة وايه? ومقاس واحد. طيب. النقطة رقم اتنين يتحمل التأسيرات الجوية. احنا بنشوف الايه? الوجهات بتاعتنا ممكن. في وجهات ما بتشطبش ما بيتعمل لاش طبقة الترتاشة او ما بتكسيش بالرخام او او الكلام ده. بس انا ببص كده هوات ممكن اوليب الطوب متعرضة للشمس متعرضة للهواء كل الكلام دوت بيتحملها يعني هو يعني الخلاصة بتاعت النقطة دي ان هو بيقاوم العامل الايه? الجوية او بيقاوم التأسيرات الايه? الجوية. النقطة اللي بعد كده سهولة نقل الطوب واستعماله بالطرق المختلفة في البناء وذلك لصغر حجم قلب الطوب. سهولة نقل الطوب سهل ان انا نقله من مكان لمكان واستعماله بالطرق المختلفة وذلك لصغر ايه? الميزة بتاعته لصغر ايه? حجمه. ان انا عشان قلب الطوب عندي ماسو صغير اقدر اشكل فيه زي ما انا عايز اعمل الحيطة بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه عشان القلب صغير واقدر اتحكم فيه. والميزة بتاعته ان هو سهل ان هو يتنقل من مكان ايه? لمكان. دي تالت نقطة من مميزات البناء بالايه? الطوب. رابع رابع ميزة ان هو بيقاوم الحريق. معظم الشواء لما بيقدر الله لما بيحصل مسلا فيها حريق ما بنبص بنبص كده قد بنلاقي عندنا الحيطة تمام? زي ما هي محافظة على متانتها. ماشي? نتيجة ايه? نتيجة انه الطوب دوت لما بيجي يصنع اصلا في مراحل في مراحل التصنيع بتاعته بيتعرض من خطوة من خطوات التصنيع بيتعرض للحرق. لازما يخش افران ويحصل له عملية ايه? حريق? الحرق تحت درجة حرارة ايه? معينة. فعشان كده قد هو بيقاوم ده ايه? بيقاوم الحريق. تعال ام خش بعد كده قد احنا كده خلصنا المميزات. مميزات البناء بالطوب. ايه هم مميزات البناء بالطوب? اول حاجة انتظام شكل الوجهة. طبعا? نظرا ليه? لانتظام مقاسات اولي بالطوب. اتنين يتحمل التأثيرات الجوية. تلاتة سهولة نقل الطوب واستعماله بالطرول ايه? المختلفة. وذلك لصغر حجم اولي بالطوب. اربعة مقاومة الطوب للحريق. مقاومة الطوب للايه? للحريق. طيب نخش بقى على ازاي ازاي برس اولي بالطوب? طرق رس اولي بالطوب او طرق رس الاولي بالمستعملة في اعمال البناء بالطوب. في عندي تلات في عندنا تلات تلات انواع عشان ارس الطوب. ايه هما? في عند اول طريقة اسمها المالج. وفي عندي طريقة اسمها الحوضة. وفي عندي طريقة تلتة اسمها السئية. يبقى عندي او بتنقسم طرق رس اولي بالطوب لي ايه? عشان ابني الطوب دوت بيتملي بالمونة. عن طريق ايه? تلات تلات حاجات. اختار انسبهم. ايه هما? اول حاجة. عندي طريقة اسمها طريقة المالج. الطريقة التانية اسمها الحوضة. الطريقة التالتة اسمها السئية. تعال ايه هي? ايه هي المالك ديت? المالك ديت الطريقة العادية اللي احنا بنشوفها ان الراجل البناء بيجيب اللي بيجيب الاسعة ويحطها جنبه. والرجل الصناقي المساعد بتاعه بيجيب له المونة ويحطها في قلب الاسعة. وهو يملأ ايه? وهو ينقل المونة بتاعته بالمصرين. ينقل المونة بتاعته بالمصرين ديت. في حالة لما يكون السمك الحيطة عندي نص طوبة او طوبة او قلب ونص يعني طوبة ونص او قلبين. في الحالة ديت بتبقى سهلا انه هو ايه? ياخد ايه? يملأ المونة بتاعتي تمام? او يرمي المونة او لطبقة اللحن بتاعتي بالمصرين. يبقى في الحالة ديت من سمك ايه? من سمك نص طوبة او من نص قلب لسمك لسمك قلبين. في الحالة ديت انا بستخدم طريقة المالج. اللي هي بستخدم فيها المصري. طيب في عندي طريقة تانية اسمها الحوضة. ايه هي طريقة الحوضة ديت يا استاذ. طريقة الحوضة ديت انا وصلت في القطوة الاولانية اللي هي المالج انه يكون سمك الحيطة ايه. ادي ايه? سمكها من قلب من نص قلب لقلبين. طب اكبر من كده. اكبر من كده يعني ايه? ممكن يكون الايه سمك الحيطة. قلبينه نص او تلاتة او اكثر مسلا. تمام? على حسب الايه? على حسب الحاط اللي انا هستخدمه. وحسب الاستخدامات اللي انا ايه? اللي انا هنشئ عشانها الحاق الدوت. تمام? طب في الحالة ديت هروح اعمل ايه? بش ما ما ينفعش ان انا اروح شايل بالمصرين عشان اغطي حيطة سمكها مسلا قلبينه نص او تلاتة. طب هنعمل ايه الحالة ديت? الحالة ديت اروح جاي يا بش مهندس اروح اعمل طبعا طبقة المونة بتاعتي. طبقة اللحام اللي هو الافقي. اللي احنا قلنا عليها في الاول اسمها ايه? لحام المرقد. اللحام ايه? اللي هو اللحام الافقي ده? هسميه لحام ايه? المرقد. اروح فارش طبقة المونة بتاعتي واروح راسس اولي بتوب. هتترسس ازاي? افتراضا ان سمك الحيطة مثلا قلبينه نص. يبقى انا هاجع على الوجهة اللي انا شايفها اقصادي هرحطت القلب. واجه في الوجهة اللي انت شايفها من ناحية الشارع هرحطت ايه? هرحطت قصادها القلب. وسايف فيها فراغ. طب انا استغلت قلب من برة وقلب من جوه. يبقى طولهم كده ادي ايه? قلبين. قلبين. وسايف في النص ادي ايه? نص. نص طوبة. نص الطوبة ديت يا بش مهندس. يبقى انا هاملة الوجهتين من برة ومن جوه. هرس اولي بالطوب بتاعتي. على حسب سمك الحقت. سمك الحقت مسلا قلبينه نص. يبقى انا هرس من برة قالب. ومن جوه قالب. او من برة قالب ومن جوه قالب. واسيب الفراغ اللي جوه مقدره قد ايه? مقدره مسلا نص طوبة. في الحالة ديت هاروح جايب المونة بتاعتي واروح مالي. الفراغ اللي انا سبته ما بين القلبين. هاملة بالمونة ديت في الفراغ اللي في الوسط. تمام? بعد طيب. بعد ما هاملة طبقة المونة ديت هاروح جايب اولي بالطوب بتاعتي واروح مالي او اروح راسس الفراغ اللي موجود في النص ده اللي هو مدرقة ديه نص طوب. ودي من مميزاتها ان انا لو عندي طوب متهضر كتير او كسر طوب كتير تمام? ممكن اروح مالي الفراغ اللي موجود في النص ده عشان كده ما هتضلش اولي بالطوب. استخدم الكسر اللي موجود عندي واروح مالي بل ايه الفراغ اللي موجود في النص دوت. تمام? طيب يا استاذ انت دلوقتي لما هتيجي زي قباية المية كده لو انت ماليها تمام? وحطت صباعك. الصباع دوت لما بينزل المية هتطلع لفوق. نفس النظام نفس الفكرة كده هو. انت المونة عندك لما هتحط القالب المونة هتطلع لفوق وتبهدل الايه? وتبهدل اولي بالطوب وتبوز الشكل الجمالي بتاعتها في الحالة دي على طول لازما انت بعد ما بتخلص مالي اولي بالطوب او رس اولي بالطوب لازما تشيل طبقة المونة اللي هتطلع لفوق. دي اسمها طريقة ايه يا شباب? دي اسمها طريقة الخوضة. طيب نيجي بقى للطريقة التالتة بتاعتي اللي هي اسمها ايه? اسمها السقية. السقية ديت في الغالب. تمام? بنستخدمها في بناء العقود. في بناء ايه? العهد بتاع بروح رصه. مسلا لو عهد نص دوران او موطور او مرجوني. اي شكل من الاشكال ايه? بتاعت اللي موجودة عندنا. بروح راصس اولي بالطوب. تمام? بالشكل اللي انا عايزه. تمام? اروح راصسها على الناشف. طبعا اولي بالطوب ديت هيبقى فيه فراغات ما بينها على 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 شكل مسلا الايه? السبعة. الفراغ دوت. تمام? هيبقى موجود. طبعا الفراغ دوت. هروح جاي. لو انا جبت مونة. المونة ديت مسكة نفسها. وتقيلة زيها زي ما مسلا بايجي اروح بني الاولي بالطوب بتاعتي. المونة ديت تقول لها ممكن يروح موقع لي الرصة اللي انا رصتها بتاعت اولي بالطوب ديت. فانا اعمل ايه? اروح اعمل حاجة اسمها السقية. السقية ديت مونة بس سلسة. تمام? ما ينفع. ما ايه? صعب ان انت تشيلها بالمصارين. فانت بتروح جايب لها مثلا زي ايه? كوسكو دهوت. وتروح ماسك. المونة بتاعتك تعبيها. وتملأ الفراغات اللي ما بين الاولي بالطوب اللي انت عملتها في الايه? في العقود. تمام? في فراغ ما بين القلب ده. هتملأ سنة سنة. لغاية ما يشمع. تبدأ ايه? تمر تاني. وتروح ما ايه? مالي. الجزء. وهكذا. لغاية ما تقفل حوالين الاولي بالطوب اللي انت استخدمتها في الايه? في العقود. تعال نشوف مع بعض كده. طرق رص الاوليب. لما يجي يقول لك سؤال. عشان ايه? عشان الحاجات ده ممكن تجيلي في الامتحان. وتوفر علينا واحنا بنراجع ان شاء الله. تمام? يجي يقول لك مسلا اذكر طرق رص اوليب الطوب. او اذكر طرق رص الاوليب المستعملة في اعمال البداب الايه? بالطوب. هتقول له يعني قسم. يجب ان يعتني جيدا. برص الاوليب في البدماج. بان تكون جميع جوانبها مغطاة بالمونة. لازم اوليب الطوب لازم ان تكون جميع جوانبها الجوانب اللي انا شايفها قدامي ومن ايه? ومن الوجهة ويمين وشمال لازم ان تكون متغطية ومكساب ايه? بالمونة بتاعتي. ويعمل ذلك بسلس طرق. ايه هم التلات طرق? تعال نشوف مع بعض كده. اول حاجة طريقة المالج. وتعرف بطريقة الايه? المصرين. طيب الطريقة التانية اسمها طريقة الخوضة. الطريقة التالتة اسمها طريقة السئية بالمنطرية. اللي هي السلسة. تعال نعرب بقى كل واحدة كده مع بعض. اولا طريقة المالج. اللي هي اللي هي? المصرين. تستعمل طريقة المالج اذا كانت الحائط او اذا كان الحائط زيتة سمك صغير. زيتة احنا اقولنا يا شباب سمك الحات عمدي بيبدأ من نص قالب حتى ايه قالبين دي اسمه طريقة الايه المالك طيب الطريقة التانية اسمها طريقة الخوضة ايه هي طريقة الخوضة تستعمل طريقة الخوضة اذا زاد سمك الحات عن مين عن قالبين عن اللي هي الاولانية طيب اي ابتداء من ألبين ونص يبدأ أستخدم الترادية لما يكون عندي سمك الحائط دي بادي ما عندي من ألبين ونص فترص الأوالب التي بوجهي المدماج على فرشة منين من المونة اللي هي طبقة اللحام زي ما قلنا الخطوة اللي بعد يأتي تعمل مونة لينة القوام لباني وتصب في الوسط في الفراغ اللي احنا قلنا عليه بعد كده يؤتى بالأوالب المراد رصها وتوضع في الأماكن المخصصة لها وفي هذه الطريقة تزاح كمية من المونة وتخرج لأعلى بسرعة تزال بواسطة المصرين دي اسمع طريقة الخوضة تعال نشوف الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة اسمها طريقة السئية بالمونة الطرية وتستعمل في بناء العقود حيث لاحظ أن لا تكون مونة اللحام السميكة يعني تقيلة خوفا من انهيار العقد من تأثير الضغط الواقع عليه وتكون المونة في هذه الحالة لينة وتصب في اللحمات بين القوالب بعد أن تكون قد رصت الأوالب في أماكنها المعدة لها بكل دقة دي طريقة اختصار لطريقة المونة أو طريقة رصة أولب طريقة رصة أولب الطوب عرفناها طب لما يجي لي مثلا سؤال اكمل يقول لي أذكر تستخدم طرق أول لكي يتم رصة أولب الطوب تستخدم تلت ايه تلت طرق نقط ونقط ونقط هتقول له ايه هما الطرق أول طريقة اللي هي طريقة المالج الطريقة الثانية اسمها طريقة الخوضة الطريقة الثالثة اسمها ايه طريقة السئية طيب ننتقل لنقطة جديدة طرق ربط الأولب المستعملة في أعمال البناء بالطوب ازاي بربط الأولب ببعضيها دعا لنشوف كده يوجد طريقتان هننتقل لنقطة جديدة هو تمام يوجد طريقتان لربط أولب الطوب ايه هما عندي الطريقة الانجليزية وهنتكلم عليها ان شاء الله لما نبدأ فيها تمام ودي مقررة علينا في الصف الأول عندي الطريقة التانية اسمها الطريقة الفلمانكية بنوعيها في عندي طريقة فلمانكية مفردة وطريقة فلمانكية ايه مزدوجة وهي معرفة او معروفة بالطريقة الايه البلدية دي طرق رصة أولب الايه طوب تجهيز أولب الطوب عايز بقى ابدأ ابني عملية ابدأ اجهز أولب الطوب عشان ايه ابدأ في عملية البناء اول حاجة لازم ان نعملها ايه يا شباب? عند اول جبت عربية الطوب ونزلتها ورصتها وجبت شكر الاسبانت والرمل بتاعتي تمام? وهنبدأ نرص الشغل بتاع دوت وعايز ابدأ ايه? احضرت المونة. طب قبل ما تحضر المونة ديت. قبل ما ايه? تبدأ في عملية الشغل بتاعها. اعمل ايه? لازم ان تبلي قلي بالطوب. قبل لي قلي بالطوب? اه لازم ان تبلي قلي بالطوب. عشان سبب ايه? اول حاجة قلي بالطوب دوت هو محطوط ممكن شوية هوى بعفار بطراب جمعة الاولي بالطوب. شوية الطراب دولت او הזה او العفار ده تمام? عمل هيعمل عازل ما بين Lip التوب وما بين المونة. فانا عشان ما اعملش عازل ما بين ده بالطوب ولمنة لازما انضف او لازما ان اخسل المين بالطوب دوت بالايه؟ بالماي. يبقى اول سبب عشان. الغسل غسل اولي بالطوب يخسل القلب الطوب لسببين ايه هما اول حاجة الهوى بالتراب تمام تاني حاجة عندي قلب الطوب دوت ممكن يكون مرصوص في الشارع والمتعرض للشمس قلب الطوب دوت لما اتعرض للشمس سخن لما اجي استخدمه على طول وارحطه على المونة قلب الطوب دوت هينتص نسبة من المية اللي موجودة في المونة فيحصل ايه المونة بتاعت ضعف وتشقق وبعد تبقى ضعيفة الحائط بتاعي طالما المونة بتاعته ضعيفة يبقى انا عندي الحائط بتاعت تلعي ايه ضعيف فلازما لازما اخسل اوليب الطوب اعوضها وديها مية عشان ما تفقدليش نسبة المية اللي موجودة فين في المونة يبقى اول حاجة عشان اجهز اوليب الطوب يبلد طوب بالماء خاصة بالجو كسيرا كسير الايه الاتريبة او الحار يبقى ليه لحاجتين اول لسببين لكسير الاتريبة اللي في اتريبة او الحار تمام لس لسببين هم اول حاجة يعتبر غسيل اوليب الطوب للمواد العالقة او الاتريبة لانها تعمل عازل بينها وبين المونة النقطة التانية او السبب التاني اذا كانت القالب جفة فانها تمتص جزء كبير من ايه من ماء المونة وبذلك تتشقق المونة وتفقد ايه متاناته يبقى ده اول نقطة في ايه في تجهيز اواليب الطوب طيب بعد جو قد ننتقل للنقطة اللي بعديها طريقة بناء الاواليب في الحقط طريقة بناء اواليب الاواليب في الحقط طبنى الاواليب عادة على اكبر مسطح طبنى الاواليب عادة على اكبر مسطح يعني الكلام ده عجرية ابصتولك الاول قبل ما نقرأه عشان انت بحضرتك فاهم اللي احنا بنقوله عند قالب الطوب الجزء العريض ده اللي هو العرض اتناشر وطولي القالب خمسة وعشرين وارتفاعه ستة لما بتيجي قلب لما بتيجي تبني قلب الطوب بتبنيه على ايه على المقاس الاعرض اعرض حاجة او اكبر حاجة في قلب الطوب اللي هو كام اتناشر في خمسة وعشرين اتناشر في كام في خمسة وعشرين يبقى بابني اوليب الطوب بتاعتي على الجزء الاكبر مقاس في اوليب الايه الطوب طب امتى ابني القالب على الجزء الصغير اللي هو مسلا على صيفه صيفه يعني يا استاذ صيفه اللي هو مثلا ستة سنتي في ارتفاع القالب هيبقى كم? هيبقى اتناشر. مش هستقل الخمسة وعشرين دي الخمسة وعشرين في اتناشر دي اللي انت هتشوفه. تمام? امت استغل الطريقة دي او استخدم الطريقة ديت او رصة اولي بتطوف في الحالة ديت لما يكون اطوع فاصل اه فاصل ما بين ايه? ما بين حمام ومطبخ بنسميها ايه? حيطة ربع قالب. بنسميها ربع ايه قالب? لان القالب عندي زي ما احنا عارفين خمسة وعشرين طيب الخمسة وعشرين لما تبني الطبعة على سفها كده الاول ماس بتاعي ستة في طولها خمسة وعشرين تمام? يبقى في الحالة ديت بتبنيها الستة ديت اللي هي ربع. لان النصة يبقى كم? نص اتناشر. القالب عندي خمسة ايه? وعشرين. التلات اربع يبقى كم? عندي. لما يكون عندي النص اتناشر وعند الربع ستة يبقى أنا عندي الثلاثة اربع يبقى كم هيبقى كم يا شباب 18 سنتي بالايه باللحم بتاعه بالمونة بتاعتي تمام طيب تعال نشوف كده مع بعض اللي احنا قلنا طريقة بناء الاوالب تبنى الاوالب عادة على اكبر مسطح فيها تبنى الاوالب عادة على اكبر مسطح فيها اي المسطح المكون من طولها وعرضها الا في بعض الحالات التي تبنى فيها على سفها كما هو او كما في الحوائط ربع ايه ربع توبة او في جلسات الشبابيك وقد تبنى الطوبة رأسية في الحليات والعقود والاسفال يعني ايه الجزء الاخير اللي احنا ما قلناهش دوت بجا ببص على الشبابيك كده يا شباب في الجل زي ما قلنا في المصلاحات اللي احنا شرحناها جلسة الشباب كنا زمان كنا بنلاقي ايه الناس اللي بتاع الزمان ديت بتيجي تلاقي حطها على الشباب ديت قلنا القلنا ديت اولي بالطوب اللي بارزة او مرفرفة او مدية شكل جمالي هتلاقيها مبنية كانت مبنية ازاي مبنية على سفها ومرفرفة من بره كده بالطول اللي هو ليه الستة في الطول اللي بارز زي الكابولي كده وقت لما تكلمنا اللي هو كان خمسة وعشرين تلاقيها مبنية على سفها او بستخدم الطوبة على سفها في زي صور المدرسة بتلاقي الطوبة من فوق خالص لو انا ما عملتش قمر من فوق بروح راسس اولي بالطوبة على سفها من فوق اسمه مدمك سكينة مدمك ايه مدمك سكينة بيبقى بارز عن الحيطة عندي خمسة وعشرين تمام والمدمك اللي على سفه دوت اللي هو بيبقى بارز بين بعد الحيطة مسلا نص طوبة ها تمام المدمك الاخير اللي انا بقفل بي دوت اسمه مدمك ايه مدمك سكينة بيترس برضو على ايه بيترس على سفه تمام يبقى ده اللي احنا اتكلمنا عليه او بيترس في طريقة العقود او الحليات دي اسمها طريقة بناء الاولى في الحاط بعد كده وتنجل لجزية جديدة النقاط الواجب مراعاعتها عند تنفيذ اعمال البناء بالطوب ممكن يجيلي سؤال مباشر على طول اذكر النقاط الواجب مراعاعتها عند تنفيذ اعمال البناء بالطوب اول حاجة زي ما احنا اتكلمنا قبل كده رش الطوب قبل البناء حتى لا يمتص الماء الموجود بالمونة طيب دي عرفناها خلاص ويه وحفظناه يبقى اول حاجة النقاط الواجب مراعاعتها عند تنفيذ اعمال البناء بالطوب ان احنا نرش الطوب نغسل الطوب بالماء الخطوة اللي بعديها استعمال ميزان الخط عند البناء لضبط رأسية الحاطس استخدم ميزان الخط وانا مبنى الحاطس عشان اضبط الرأسية بتاعت الحاطس تمام؟ زي ما انا شايف في الصورة كده وقت ادمزان الخط تمام؟ ادمزان الخط واد السقل الحديد اروح جاي كل مثلا وليكن تلات مداميك او كل عشان ما بنيش مثلا مسافة وليكن مثلا متر ونص او اتنين متر واجيه بعد جهوات اوزن الحطة وعشان اشوفها رأسية تمام؟ اجا تفاجئ بعد جهوات بعد اما ايه يعني شدت مسلا مسافة قطعت مسافة جامدة في الحطة اجا رح بصس كدهوات ولاقي ان الحطة هي لعبت معايا يعني مسلا ممكن تكون اواسط خرجت لبرة او ممكن تكون اواسط وايه وبقيت ايه بقيت فيها انحناء الانحناء دوت عشان اعالجه الراجل الموبايد لما ييجي هيروح مطريب ايه بدل ما يترتشق هيروح ملبشها هيروح ايه حاجة اسمها ايه تلبيش يديها طبقة مونة كده عشان يحاول ان هو يستعد للحائط عشان بعد كدهوت لما ييجي ييجي ايه يشطب المحارة بتاعته متاخدش طبقة مسلا ولياكم خمسة سنتين مش هتقبل هيجي يربي يربي كل ما يرمي مونة هتقع فلازما يديها على مراحل طبقة المونة دي لغاية اما تزبط الحائط بتاعي ويبقى عيدل فعشان كده قد لازم الحائط بتاعي ليبقى رأسي تمام تمام يبقى لازم استعمل ميزان الخيط عند البناء لضبط رأسية الحاط زي ما احنا شايفين في صورة كده وجايب لك قلب الطوب وبستخدم الميزان الخيط ازاي تلاتة لا تزيد سمك اللحمات الرأسية والافقية عن سنتي واثنين ملي سنتي واحد واثنين من عشرة سنتي سنتيمتر يعني ايه الكلام دوت يا شباب احنا اتفقنا في الحلقة اللي قبل كده تمام في المصلاحات احنا اتفقنا مع بعض دي في عندي نوعين من ايه من اللحمات ايه هما لحم افقي ولحم رأسي اللحمات ديت اللي هو طبقة المونة اللي هي الفاصل ما بين القالب اللي فوق والقالب اللي تاعة ده اسمه لايه احنا برضو بنراجع وبنزكر بعضينا بالمصطلحات اللي عدت ابل كده اللحم ده اللي هو الافق ده اسمه اللحم ايه المرقد اما اللحم الرأسي ده بسميه ايه العرموس العرموس بتاعت الرأسية تمام والمراقد اللي هو المرقد اللي هو ايه الافقي لازم اللحم ده يا استاذ لازم يكون سمكه سنتي يوم من ما نزود قوي يبقى سنتي واثنين ملي يبقى عندي التالت حاجة لا تزيد سمك اللحمات الرأسية والافقية عن سنتي واثنين من عشرة طيب النقطة اللي يعني كده يجب ان ترتفع حوائط المبنى بانتظار يعني تعالوا نبسطها مع بعضي كده تمام عندي حيطة وانا البنة هو هنيجي نشتغل حطيتي اللي عدة بتاعتي والاسعة والدنيا بتاعتي محتوطة جنبي ما جيش اسهل على نفسي تمام واروح جاي اروح واخد الجنب ده واروح طلع به مرة واحدة وانا لسه اصم ايه الجنب الشمال ده لسه ما جيتش جنبه لا اطلع بايه اطلع بانتظام مسلا طلعت هنا تلات اوالي بقى روح مقفل بقيت الحطة عندي التلات ايه التلات اوالي وهكزا مطلعش مطلعش جنبه مرة واحدة تمام وانا سايب الجنب التاني لا كل الحطة بتاعتي تطلع بايه بانتظام وليقل مسلا كل مدمكين اخدهم مع بعض خلص خلص المدمكين لغاية الموصل لبطنية لايه القمرة تعال نشوف مع بعدي كده يجب ان ترتفع حوالي المبنى بانتظام بحيث لها تزيد عن متر ونص يوم من ما انت يعني ايه يعني حضرتك مسلا تشد في الحطة تمام يبقى هتاخد الجنب ده متر ونص وبعد جواتي يروح مكمل بقية المدمك بقية المسافة دي كلها يمنوش مال لغاية ما توصل وينتهي اخر مدمك عند منسوب بطنيات الايه القمرات او بلطات الايه الاسقف طيب زي ما زي ما انت شايف كده انا جايب لك صورة صغنانة هي تمام قد الحطة هتبص كده الراجل شديد الخط بتاع الافق اهو عشان يضبط يضبط عند المدمك تمام ويبقى افقي وما يبقاش فيه طوبة برزة لبرة او طوبة مثلا ايه البرزة لجوة تمام او الحطة بالبلة دي كده بنسميها لعبة منه تمام فبيشد ميزان الخطة اهو وطلع بانتظام بيخلص مدمك ويطلع في المدمك اللي بعديه لو احنا بصينا في الصورة في الجزئية اللي وراه هتلاقيهم خلص وبالتساوي اهو زي ما احنا شايفين اهو تمام كلها الحطان اللي وراه طلع بالتساوي الكتف ده زي الكتف اللي هو ناحية الشباقة اهو بالتساوي كلها ارتفاعات ومناسب ايه مناسب واحد تعال نشوف النقطة اللي بعد كده استعمال ميزان خط الشغول كل ادي ايه كل تلات مدميك على الاقصر لضمان استلام المباني في مستوى ايه رأسي زي ما اتكلمنا في استخدام ايه خط الشغول اللي هو اللي هو ميزان الخط بتاعي تمام ما عاش مسلا ايه يعني اجي في الحطة بتاعتي واروح طالع مسلا اتنين متر وافتكر اروح جايب ميزان ميزان الخط عشان اصبط الرأسية بتاعت الحطة وتبقى رأسية تمام تمام لا تمام انت بعد كده قوة انت هتكتشف ان الحطة ده يتلعبت بينك وفيه جزء قرش تمام او حصل تأويصة وبرز اللي برا كده هو تمام هتضطر ان انت تحرك بسلا بايه تحرك بايه بحرف المصارين او بحرف مسلا ايه سنة حديدة كده هو عشان تحرك ايه القالي الجزء اللي انت برزه دوت او الجزء اللي لعب منك وانت شغال تبرزه اللي ايه تعدله وتروح ايه وتروح زبطه مع ميزان الخط طيب في الحالة دي بدأت تشد شوية او بدأت تشك ايه دخلت في مراحل الشك الاولانية بتاعت طب في الحالة دي انا ما سكتش يبقى انا اقول ايه او في اول في الاول على طول استعمال ميزان خط الشغول كل تلات ايه مداميك على الاقصر ماش ايه ما طلعش مسلا سبع تمن مداميك واروح ايه واروح ايه لا اروح زابط عندي بميزان خط الشغول كل تلات ايه مداميك تمن حاجة استعمال الادة الخشبية لضمان عدم بروز مداميك عن الاخر يسبب وجود عيوب في اعمال ايه البيوت زي ما احنا اتكلمنا قبل كده تسعة وهي اخر حاجة يراعى عند الاسلام ان يكون سقل خط الشغول ملامس غير طارد او محمل على الحاط يعني عند الحطة رأسية هي لما استخدم الخط بتاعي الخط ده ما يبقاش طارد يعني طالع لبرة تمام لا او الخيط من تحت مريح على الحيطة لا لازم ان يبقى الخيط ملامس بايه يعني ملامس ملامس صرف الحيطة وبكده يكون احنا خدنا الخواص والخصائص بتاعتنا النهاردة ويا ريت نركز عليها عشان دي من الاجزاء المهمة تمام وان شاء الله نتقابل بأمر الله في الحلقات القادمة ولانا لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة